اشتركوا في القناة او اقل عامل في لعاب الرعب انه اذا كانت بس يعتمد على الخرعات هذه لعبها امتازة كويسة بس انها صراحة ما كانت بالمصر المطلوب لكنها شعبية كبيرة لها فعطيناها مركز العاشر لنشوف انها تستحقها مركز التاسع معنا لعبة Evil Within Evil Within هي اللعبة المنشجي ميكامي التي تعتبر تكمل روحانية حق السلسلة رزينت ايفل اللعبة هذه اخذت رأي جمهور مختلف ناس عجبتهم وناس ما عجبتهم السبب يرجع انها كانت لعبة لما اطلقت كان عليها الخطيان السود هذا اللي كلكم اكيد تعرفوني هذا الشيء وكانت 30 اطار 30 اطار مقفر حتى على البي سي كانت في البي سي شالو هذه الخطوط وخلوه 60 اطار لكن على الكونسول ما سوى شي فيها اللعبة قصتها حلوة صراحة وممتازة ونزم منها جزء ثاني جزء ثاني صراحة ما نقدر نتكلم منها حاليا لاننا احتي ما نخليك منها بجزء الثالث في البارتري لأنه يمكنك التكلم عنه لأنه يجي مكايم رجعنا بالرعب المعتاد ونعطيها المركز التاسع لانتو استحقنا مركز ثامن مع لعبة سندرمان سندرمان هو عبارة عن كريبي باستا نشأ من خيال ناس عن شخص طويل يلاحقك في الغابات اللعبة بفكراتها جدا بسيطة انك لازم تجمع أربع أوراق أو خمسة أوراق تجمعهم وبعدين لما تجمعهم تفوز لكن الأوراق هذه تكون مبعثرة في الغابة بعضهم يكون على الشجر بعضهم على الأرض بعضهم متخبي فأنت حاول تأخذهم لكن كل ما يقرب سندرمان منك أنت بتحس فيه وبتخاط ولازم تبعد عنه أو أنك ما تتحرك لأنه إذا حس فيك بس ينحط عليك وجهك كله وفي المركز السابع معنا لعبة ديت باي دايلايت ديت باي دايلايت خنقول ما هي فكرة جديدة لأنه في لعبة قبلها صوت هذا الشي اللي لعبة إيفولف واللي تكلم عنه إنها خمسة ضد واحد ففكر ديت باي دايلايت طورت الفكرة هذه إنها أضافت عامل الرعب فيها فجابت لك ضيوف شرف من أفلام رعب متعددة مثل فرايدي 13 جابت لك جيسون ولعبة نايتمير ألم سريت جابت لك فريدي ومؤخرا جابوا لك لعبة سو ففكرة اللعب ممتازة أنك تكون أنت الوحش وأخوياك حاول يهربون بطريقة ممتازة أنك تحاول تشغل المكاين عشان يجدوه يهربون وإنت الوحش عندي قدرات حاول تمزكهم عامل الرعب فيها كان جدا ممتاز وهذا نعطيها سابعة فما لك ستسمعي لعبة أنتل دون أنتل دون صراحة من الألعاب اللي الناس تفاجأوا فيها إنها أولا المطورين نفسهم ما كانوا متوقعين النجاح اللي أخذته ميزة اللعبة إن فيها أكثر من طور نهاية يعني أكثر من نهايات موجودة فيها لأن فيها خيارات كثيرة في اللعبة لا تتكلم فيها كثير لكن اللي أخبركم عننا أن اللعبة هذه رجعت أسلوب المنظور اللي يكون المنظور الثالث لكن بالكاميرا الثابتة الألعاب رسالتي في القديمة 1 و 2 و 3 اللي اشتحرت فيها فهذا الشي كان مرة دافع لها وهذا الشي اللي نجحها وقالها تبيع ألعاب كثيرة هذا يعطناها المركز السالس في مركز الخامس معنا لعبة 5 night at fredys لكن ما هي 5 night at fredys سيستر لوكيش اللي يعتبر الجزء الخامس من السلسلة سلسلة 5 night at fredys بدت بفكرة لعبة رعب أنك أنت جالس بغرفة ويحوشون يهجمون عليك زي الدماء فأنت تحاول أنك تقفل باب وتفتح باب زي كذا لكن سلسلة اللي كيشن الفكر تطورت إلى أن تمشي تتمشى وتدخل غرف وتستكشف وبرضو في دماء ثاني يهجم عليك القصة جدا عريقة وجدا ممتازة والقصص كلها مبنية على بعض فتعتبر من أفضل سلسلة الرعب الحاليا موجودة ونعطيها المركز الخامس في المركز الرعب معنا لعبة Alone in the Dark والتكلم عن النسخة القديمة جدا اللي نزلت على الجهاز 3D O النسخة هذه هي اللي بنت عامل ألعاب الرعب أخوان قول حطت الأساسيات بحيث أنك تمشي على المنظور الثالث والكاميرا تكون ثابتة ونتمشي فيها وبعد طبعا أخذت منها أفكار كثيرة ألعاب سيلنت هل وألعاب رزينت إيفل هذا الشيء لكن الأساس كان لعبة Alone in the Dark اللي كان رسمه مظلعات حتى برسم مظلعات كانت تخوف وكانت تخرى في المركز الثالث معنا لعبة Alien Isolation Alien Isolation هي مبنية على فيلم Alien الأول القديم اللي هو طبعا وضع أساسيات عالم الرعب في أفلام الساي فاي اللي تكون في الفضاء ميزة الفيلم هذا أن نستخدم روبوتس وأشياء مؤثرات جدا منتازة وهذا اللي خلا يرتقي وهذا اللي خلا يكون مرة محبوب بين الفانس حقينا Alien Isolation يعتبر ما أدري أي تجربة للعبة Alien لأن نزلت ألعب كثير الاليين لكن هذه اللعبة الوحيدة اللي حستك إن إحساس اللعبة الفيلم قصر إحساس الفيلم نفسه فأنت تتحكم بشخص واحد والشخص الوحيد هذه البطلة طبعا وإيليين واحد فقط قاعد يدور بالسفينة هذه يحاول يهجم عليك من كل مكان أما المركز الثاني معنا لعبة تفير لعبة تفير هذه لعبة كلاسيكية جدا وهي تعتبر من أكثر هنقول ما لم تكن أول لعبة رعب كمنظور أول لكن من أول يختفون اللعبة هذه لعبتها شخصيا لصراحة كانت تخوف وقتها ومتأكد إلى الآن تخوف نزل لجزأ ثاني ثالث لكن أبدا ما كانوا مستوى تخوف الأول اللي هو الأساس وفيما قز أول معنا لعبة بس ما هي لعبة سموها ديمو سموها بيتا هم نفس سموها دعايا أو حاجة زي كذا لكن أنا نزل هديو كوجيما بعد واحد من الثري والمفاجأ فيه أيضا أنه كان مع المخرج الأسطوري دلقورو قرقورو برقورو ديرقيرو قو لا خلقنا اسمه بالله مر اسمه معقد هذا اسمه قلميرو دلتورو أسفاني هو مشهور جدا في أكثر أفلام الإسبانية وأكثر فيلم اشتهر فيه طبعا ما تشتول بانز لابرينث ومو بس كده كان معهم أيضا المثل الشهير نورمان ريدس اللي يفاجأونا آخر الدعاية وكشفنا أصلا هذه دعاية اللعبة سايلنت هيلز اللي لمفهوض تنزل والأسف تكنسل وهذه كانت التوبتين حق الألعاب اللي حنا نشوف أنها كانت جزة الثانية لها أن تخوف العالم الألعاب أعطونا بالحلقة وقلونا هل في ألعاب لنسيناها واذكروا لنا أيضا لديكم أفكار ثانية حق أشياء توبتين اشتركوا بالقناة وحطوا لايك الفيديو وأيضا خلونا نوصل لثاثمائة ألف وإن شاء الله ستكون في مفاجآت كثيرة لكم في المستقبل يعطيكم آخر المتابعة كما كفاد الشيحة مع السلام